لمح رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا إلى إمكان طلب تأجيل وصفه بالتقني للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل متحدثا عن عراقيلة سياسية يتزمن هذا الموقف مع تلويح مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على معرقل الانتخابات بالرغم من طبق أقل من شهر واحد على موعد الانتخابات ليبيا إلا أن إجراءها في موعدها لا يزال غير محسوم في ظل ارتفاع عدد المؤشرات التي تدل على إمكان تطيير الاستحقاق الانتخابي بالرغم مما يمكن لذلك أن يولده من ردود فعل محلية ودولية صاخبة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أعلن أن المفوضية يمكن أن تطلب ما أسماه تأجيلا تقنيا للانتخابات من أجل الانتهاء من بت الطعون في طلبات الترشيح كما لفت في حديث صحفي إلى أن عراقيلة سياسية بدأت توضع لعدم إجراء الانتخابات هذا ويبرز الملف الأمني كأحد أكثر العوامل إثارة للقلق فيما خص مستقبل العملية الانتخابية خصوصا بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون على مقر محكمة سبها لمنع محام سيف الإسلام القذافي من تقديم طعن في قرار مفوضية الانتخابات استبعاده منها وقد أثارت هذه الحادثة حفيظة الولايات المتحدة التي أعربت سفارتها في ليبيا عن مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات مؤكدة على ضرورة حماية العملية الانتخابية وقال بيان السفارة أن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي بل هي تقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية أما بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فأبدت انزعاجها مما حصل كما شددت على أهمية حماية العملية الانتخابية مكررة الدعوة إلى إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في موعدها هذا وكان مجلس الأمن الدولي لوح في اجتماعه الأخير بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الليبية محذرا بمضوح في بيان صادر عن جميع أعضائه كل من يهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقل أو يقوض استكمال انتقالها السياسي بنجاح بمواجهة تبعات ذلك قال الدبلوماسي الأمريكي السابق وليام لورنس إن أمام الولايات المتحدة عدة عقوبات قد تفرضها على الذين يقوضون الانتخابات في ليبيا وشيرا في مقابلة مع قناة الحرة إلى أن المجموعة التي اقتحمت محكمة سبها هي ضمن مجموعات إخراج تسعى لإفساد الانتخابات أمام الولايات المتحدة عدة عقوبات يمكن أن تفرضها ولقد فرضت بالفعل عقوبات على عدد من الأشخاص في ليبيا والمزيد منها سيأتي مثلها مثل عقوبات الأمم المتحدة أحيانا هناك عقوبات مالية وأحيانا أخرى لها علاقة بحضر على السفر كما أن هناك نوع آخر من العقوبات أيضا المجموعة في سبها تصرفت كمفسدة لتعطيل طعن سيف الإسلام القذافي في رفض مفوضية الانتخابات لترشيحه غير أن سيف الإسلام نفسه كان يتصرف كمفسد لأنه كان ضد الحل الديمقراطي وحاول السيطرة على السلطة وعلى البلاد مرة أخرى ليس بطريقة ديمقراطية بل بشكل سخيف تقريبا للسخرية من الانتخابات وهناك الكثير من المفسدين للانتخابات والذين يعارضونها على أسس دستورية وغيرها